بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع التفسير الميسر لفضيلة الإمام الأكبر محمد سيد تنطاوي يقول تعالى في سورة المائدة ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة الآيات حتى الآية رقم 26 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل والله لقد أخذنا العهود على بني إسرائيل لأن يتبعوا الحق ولكنهم نخذوا عهودهم نقيبا النقيب هو زعيم القوم وقال الله إني معكم أي بعوني ورعايتي متى أخلصتم العبادة لي وآمنتم برسلي وعزرتموهم أي ونصرتموهم وأقرأتم الله قردا حسنا أي وقدمتم للمحتاج العون عن إخلاص وسماحة فبما نقضهم ميثاقهم أي فبسبب نقضهم لعهودهم لعناهم ولا تزال تطلع على خائنة منهم أي ولا تزال أيها الرسول الكريم تطلع على فرقة خائنة منهم فنسوحا مما ذكروا به أي فتركوا نصيبا كبيرا مما أمرناهم به في كتبهم فلم يعملوا به فأغنينا بينهم العداوة أي فأشعنا وأكثرنا بينهم العداوة والكراهية ويعفوا عن كثير أي ويسطر كثيرا من خطاياكم فلا يفضحكم نحن أبناء الله وأحباؤه أي نحن في القرب من الله بمنزلة أبناءه المدللين وأحباءه المختارين قل فلما يعذبكم بذنوبكم أي قل لهم يا محمد لو كنتم كما تزعمون لما عذبكم الله بسبب ذنوبكم والواقع أن الله تعالى عذبكم في الدنيا عن طريق القتل والأسر فقولكم هذا كذب واضح يبين لكم على فترة من الرسل أي قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم ما هو حق وما هو باطل بعد وقت طويل من انقطاع الرسل بعد فطور وانقطاع وسكون وجعلكم ملوكا أي وجعلكم أحرارا مالكين لأنفسكم بعد أن كان فرعون يعذبكم وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين أي وأعطاكم من النعم ما لم يؤتي غيركم من أهل زمانكم المقدسة أي المطهرة التي كتب الله لكم أي التي قدر الله لكم سكنها ما دنتم مطيعين لأمره ولا ترتدوا على أدباركم أي ولا تقبنوا وترجعوا عنها خوفا ممن فيها قوما جبارين أي قوما أشداء لا نستطيع الوقوف في وجوههم قال رجلان من الذين يخافون أي من الذين يخافون الله ولا يخافون سواه ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين أي ففرق بيننا وبين هؤلاء القوم الخارجين عن قاعتك يا ربنا واحكم بيننا وبينهم بحكمك العادل أي فافصل بحكمك يا الله يتيهون في الأرض أي يسيرون فيها متحيرين ضالين لا يعرفون لهم قرارا فيها فلا تأس أي فلا تحزن على ما أصاب هؤلاء الضالين الخارجين على قاعتنا الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجاب بالونتو والاشتراك في القناة